السلام عليكم النهار ده تحت عنوان اطبخي وفاري هنعمل اكلتين اساسيتين بربع كيلو لحمة فقط وهم خبز محشي بالبطاطس وكمان هنعمل كفتة الخضروات معي نحل على النار ونحط فيها حوالي 3 معلق زيت وبصلة كبيرة متقطع مكعبات بعد كده هنحط جزرتين متقطعين مكعبات ونقلبهم تقليبة واحدة بالشكل ده ونقطع الباقي المكونات بعد كده نضفها بعد ما اقطع حوالي بطاطس طيتين يعني حبيتين بطاطس مكعبات هضفهم عالجزر وبرضو هقلبهم تقليبة واحدة بس واروح اقطع باقي المكونات التانية دلوقتي هضيف حبيتين فلفل بارد متقطعين برضو مكعبات لو عايزين تحطوا فلفل حامي حطوا الفلفل ده حسب الرغبة برضو نقلب الفلفل تقليبة واحدة بالشكل ده بعد كده نضيف ربع كيلو لحمة مفرومة هنقلب اللحمة المفرومة تقليبة واحدة بعد كده نضيف على اللحمة المفرومة معلقتين صلصة ولو ما عندناش سلصة نقطع طمط ماية صغيرة ونضيفها على المكونات دي ونقلبهم مع بعض بعد كده نضيف الملح معانا معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ونقلب المكونات دي مع بعض بعد كده نغطيها ونسيبها تستوي انا عايزة المكونات دي تستوي وما يكونش فيها اي سوائل خالص يعني تكون نشفة من المية هنعمل اول اكلة معانا وهي الخبز المحشي بالبطاطس او بورجر دابل دي العجينة طبعا انا عاملة الفيديو ده في فيديو قبل كده هحط طريقته في الوصف تحت الفيديو هتلاقوه في الوصف تحت الفيديو ده على طول هنفرد العجينة كده بالشكل ده ونحط فيها شوية من المكونات اللي عملناها اللي هي خليط الخضروات باللحمة المفرومة ونقفلها بالشكل ده بعد كده نجيب شوكة ونضغط عليها من الحروف كده عشان تتقفل كويس بعد كده نغلف الخبز ده بالبيض وبالبقصمات الخشن البيض ده عليه لبن وملح وفلفل اسود والبقصمات كمان متتبله بملح وفلفل اسود هنغلف الخبز كده بالبقصمات كويس بعد كده نرسه على صانية وندخله الفريزة لنص ساعة بعد كده نطلعه نحمره في زيت والزيت بيكون سخن على نار متوسطة وده شكل الخبز بتاعنا ودي كده اول اكلة تاني اكلة بقى هجيب باقي الخضار اللي انا عملته لان الخضار ده يعني بيكفل اكلة النصه للخبز ونصه للكفتة وهفض الخضار ده في طبق كبير وهضيف على الخضار ده شوية بقدونس مفرومين يعني حوالي نص حزمة صغيرة وقلب البقدونس مع المكونات دي كده بعد كده هضيف عليه اربع معالق كبار ديق هضيفة ديق بالتدريج وقلب في الخليط ده لحد ما يتمسك انا ضفت في الاول معلقتين وقلبتها لقيتها لسه ما تمسكتش مع بعضها بعد كده ضفت المعلقتين التانيين وقلبت واختبرتها بايدي لقيت الكفتة تمسكت مع بعض كويس فكده الكمية دي اخدت معي اربع معالق كبار ديق ممكن تاخد منكو انتو تلات معالق كبار وممكن كمان اكتر من الاربع معالق بس عموما هي ما بتزادش عن خمس معالق كبار ديق كده خلاص الكفتة خلصت بعد كده هغلف الكفتة دي بالبقسمات والبيض برضو البيض متبل عليها حليب او لبن ومتبل بالملح والفلفل الاسود وكمان البقسمات الخشن متبل بالملح والفلفل الاسود وبردو بعد ما بغلف الكفتة بالبقسمات بقرصها في طبق بعد كده بدخلها الفريزر لمدة مص ساعة او ساعة بعد كده بخرجها من الفريزر على الزيت على طول الكفتة بتستوي على زيت سخن على درجة حرارة متوسطة عاوز اقول لكم من الخبز المحشي في البطاطس او البرجر الدبل ده بيتاكل لوحده مثلا ممكن يكون جنبه مخلل بس الكفتة دي طبعا يستحسن لو عملنا جنبها رز ممكن رز بالشبت او رز مشويات بأي طريقة بتحبوها وممكن كمان مكرونة الاكلة دي موفرة جدا يعني بربع كيلو لحم مفروم عملنا اكلتين اساسيتين ينفعوا غدا او عشا وكمان ممكن ينفعوا فطار وممكن كمان ينفعوا كوجبات مدرسية للاولاد اتمنى حلقة النهاردة تعجبكم وتجربوا الوصفتين دول بربع كيلو لحمة بس عملنا وصفتين او اكلتين ودي بيكون شكل الكفتة بعد ما تتحمر والسلام عليكم